تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتماشيا مع الجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 دخل قرار إغلاق المحال التجارية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم أمس الخميس وقد استثنيت من هذا القرار محال الهايبر ماركت والبقالات والبردات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف على ان تعاود جميع المحال التجارية فتحة بوابها مجددا من التاسع من أبريل لغاية الثالث والعشرين من أبريل المقبل هذا يسمح للمحال الصناعية والتجارية مزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة توصيل البضائع كما يسمح للمطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل إلى ذلك نوهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا وعلى وجه الخصوص تدابير التباعد الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر